عقد وكيل محافظة مأرب عبد الربو مفتاح اجتماعا موسعا ضم مدرع عموم المديريات وأمناء عامي المجالس المحلية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع العامة للمديريات ومستوى الخدمات العامة فيها والاحتياجات وتنسيق الجهود بين السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية وتحسين الخدمات وناقش الاجتماع جملة من القضايا والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من النازحين والمجتمع المضيف في ظل تزايد الاحتياجات ومحدودية قدرات السلطة المحلية وتراجع الاستجابة الإنسانية لشركاء العمل الإنساني من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية إلى جانب انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمة الاقتصادية في بلادنا وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات لتجاوز العديد من الصعوبات ومعالجة بعض القضايا وفق الاختصاصات وتحديد القضايا التي تتطلب الرفع بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة بما يعزز دور المكاتب والمؤسسات الحكومية في المديريات ويرفع من مستوى الخدمات ويستجيب للاهتياجات الملحة للمواطنين